كانت حديث العام والخاص أمس تدولتها مختلف وسائل الإعلام العالمية والإفريقية طبعا مناظر غير مشرفة تماما لكرة القدم الإفريقية وخاصة منتخب المغربي ولاعبيه المحترفين ما كان عليهم أن يتصرفوا بهذا الشكل الذي لا يشرفهم ملاحقة لاعب إلى غرف تغيير الملابس مبينبا قال كلاما خطيرا حول وليد الرجل لذلك نستمع إليه ونستمع أيضا لرد وليد رجلاجي مدرب المنتخب المغربي المعروف يعني بحسن أخلاقه تفضل كل من يتصرفوا بهذا الشكل أعرف جميعا 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 أنحفي مستمع لا تقبل أن حصل على الانتقال لا أعتقد أن هذا يحصل لكي في الأمام لأعلى أكثر من الانتقال على مبامبا في الانتقال إليه الذي تجعله له انتقال لكن لا يوجد دائما نحن نجب على المجال ثم يجب أن يكون بحق بين الامام لنضغط نفسي لا يوجد نفسي 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 في المنزل كما يجب أن يكون قبل ثم من أجل سيكون مفيدة ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر العدالة الإلهية تأخذ مجراها يعني لماذا لم يتحدث عن الكاف أو تقديم شكوى إلى الكاف لماذا تحدث عن العدالة الإلهية وقال إذا كنت استمعت جيدا بأني أمتلك الفيديوهات التي تثبت بأن الرقراقي قال لي كلاما غير لائق نعم بدأ متأثيرا وحسب الفيديونا صراحة من اللي هو صريح في قوله يعني حسب طريقة كلامه نعم وحتى المدرب تحدثنا عن دور محرز في عدم الدخول في متاهات التصريحات وحرف التصريحات هو مدرب يعني دوره أكبر من دور القائد كان عليه مثل ما قال لهم بامبا عدم انتظار الكاميرا ويأتي له لأنه كما تحدثنا من خمس معه يعني اللاعب ماشي ما مرفض أنه يخمس معه خمس معه خلاص وواشد له يده وبالك مع الله درينالين كما قال مدرب مغربي من دون شك أنه اللاعب يكون يعني متعب وعيان وبالتالي يعني وعنده مشكل مع المدرب من دون شك أنه يعني رياكسون تعلق اللاعب حتكون سيئة أو لو أنه لم تكن سيئة لماذا تحدثنا عن العدالة الإلهية؟ الأربما لا يتخفي الكاف وفي في 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 رغم أن القونجو اليوم تقدمت بشكوى حسب البيان الصادر من اتحادية الكونجو ويعلم كما نعلم ما يحدث في الكاف ولاعب في إفريقيا ويعلم كل شيء عطينا بيان اتحادية الكونجو الديمقراطية طبعا الاتحاد الكونجو لكرة القدم أصدر بيانا اليوم سنحاول أن نأخذ أبرز ما جاء فيه طبعا بيان باللغة الفرنسية يعني كحوصة لأمين سنحاول الكونجو الديمقراطية مدرب ولاعبي المنتخب المغربي وطبعا طلب الكاف بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في هذا الشأن شاهدنا ما حدث بين بيمبا ورقراغي وشاهدنا أيضا بعض لاعبي المغرب على أسيح من نصيري طرف الصرف نصيري صراحة لا يليق بمستوى اللاعب وحجم اللاعب لأنه نصيري عندما بدأ يعني يركض وراء اللاعب بتلك الطريقة الحمد لله كانت فيه ردة فعل جيدة من قبل الحارس بونو اللي كان طيلة المناوشات كان يهدأ في الأعصاب عادة بونو ما فيهش لاعب آخر يعني كان عنده تصرف الجيد والحضار بضغط أخي محمد فيه نقطة قبل دخول البلاتو وحتى أمس قمت بتعمق ممكن في هذه القضية كان فيه رد فعل من طرف مدري بوليد رقراغي تواصل مع جريدة ليكيب الفرنسية من أجل توضيح رؤيته وتكلم على نقاط هو تكلم على أنه لما خرج اللاعب بيمبا لما تلقى إصابة وما تلقاش إصابة ولكن الحاكم طلب منه أنه يخرج للإتاقي الإسعاف يقال أن تم صلاة المناوشات وبعد نهاية اللقاء كان فيه ردة فعل مبينبا لكانت رأي ردة فعل شرعية بعد نهاية المناوشات المدرب رقراغي توجه نحو مبينبا وقال له هذه الجملة قال له ميبوكوات وميبوكوات وميبوكوالكومصا لأن مبينبا رد على لما يرد مبينبا من غير المعقول أكيد أنه تلقى كلام فقط رقراغي ما نكرش أنه لم يتلفظ بأي كلام قال أنني يقال أنني قلت له أنت لعب غابي ولكن وريد رقراغي الأمر لا مؤلم بينبا قال له في تصريحاتك أوهمت المتتبعين أن الكلام الذي قيله ممكن بيننا أكبر من ذلك وفيه عبارات عنصرية هنا أنا نظن بالتدخل المدرب المغرب عبر الوزيلة إعلامية فرنسية بسرعة من أجل تلميع صورته بين قوسين يثبت أنه حدث شيء يعني من غير المعقول كان قادر يترك الأمر وحتى أن المدرب رقراغي اعتمد على شاهد بين قوسين قال أن المدرب دو سابر هو الشاهد في القضية وممكن يتكلم في هذه النقطة فقط كان أيضا نقطة قبل دخولنا أيضا للبلاتو يقال أن الاتحاد الكونغولي نزع هذا البيان وقام بتعويضه ببيان آخر نزع كلمة عنصرية وضعها بكلمة عبارات غير لائقة أنا نفهم قراءتي أن فيه ضغط تعرض للاتحاد الكونغولي من أجل أنه يقوم بنزع يعني كان بيان أول من الاتحاد الكونغولي يتحدث عن عبارات عنصرية وبعد ذلك تم إزالة البيان وحديث عن كلمات غير لائقة عندما تقول كلمة عنصرية يجب أن يكون عندك الدليل بالأخصة تتعلم عن عقوبات كبيرة جدا أنا نمشي في طرح عمار من الممكن جدا أن الاتحاد الكونغولي تعرض لضغوطات كبيرة من الكوف من أجل أن يحذف أو يسحب بالبيان الأول ويعوضه ببيان آخر أقل حدة في الاتهامات الموجهة إلى المدرب المغربي ولاعبي المنتخب المغربي الآن كخلاصة ما حدث يبقى واقعة لا تشرف كرة قدم الإفريقية المباراة كانت عادية جدا صحيح اللعب في درجة الحرارة عالية احنا تلعبنا في درجة الحرارة عالية وانتهت المباراة بسلام ولو أن مباراةنا ربما كانت أكثر حدة واحد صفر واحد واحد تنين واحد وتنين تنين في آخر دقائق المباراة ضيع نعم ضيع ركل الجزاء وضيع هدفين حقيقيين